من تطورات هذا الوفد الأمني الإسرائيلي أو التقني الذي يزور القاهرة لمناقشة محوري فلاديفين السليم والمعبر ينضم إلينا من واشنطن توماس جورج السيان الكاتب المختص في الشؤون الأمريكية ومن طهران أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران دكتور حسين رويوران ومن القاهرة الدكتور محمد عز العرب رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أهلا بكم جميعا وشكرا على قبول الدعوة أبدأ من ضيفنا الدكتور محمد الذي ينضم إلينا من العاصمة المصرية سنبدأ بالحديث عن آخر التطورات وليس عن هذا التقرير سنعود للنقاش التداعيات الإقليمية للحرب في قطاع غازة ولكن من آخر التطورات وفد تقني إسرائيلي يزور القاهرة العاصمة المصرية هذه المعلومات كانت نقلت عن مرسلنا ومدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي هل هناك مقترح فعلا أمريكي جاهز مطروح سيناقش في هذه الزيارة بحسب اعتقادك؟ بالفعل هناك مقترح أمريكي لأن من الواضح أن خلال اليومين الماضيين سمت تحول النسبي في مصار المفاوضات على الرغم من أن التصور الحاكم لها هو أقرب إلى التفاؤل الحذر لأن العبرة ترتبط بالاتفاق التي سيتم التوافق عليها من جانب الفنيين أو التقنيين كما أخشرت حضرتك أحد النقاط الخلافية أو أحد القضايا العالقة ليست فقط ما بين الجانب الإسرائيلي والجانب الحمسوي وإنما بين الجانب الإسرائيلي والجانب المصري فيما يرتبط به التصور الإسرائيلي لاستمرار بقاء القوات على محور فلديفيا أو محور صلاح الدين خاصة وأن القاهرة ترفض حدوث ذلك وترى أن إدارة هذا المعبر مرتبطة ليس بالإدارة الإسرائيلية أو حتى بالإدارة المصرية وإنما بالإدارة الفلسطينية وبالتالي أعتقد أن هذه الزيارة تنتوي على جانب كبير جدا من الأهمية لأن هناك تقنيين أو فنيين من الجانبين يحاولون التواصل إلى اتفاق بما يحافظ على أمن إسرائيل وفي نفس الوقت يحافظ على جوهر السياسة المصرية لأن هذا الوضع يمس السيادة المصرية وكان السيد الرئيس عبد الفتاة السيسي أشار خلال لقاءاتي بعدد من مسؤولين الإقليمين والدولين إلى ضرورة الحفاظ على سيادة الدول والتأثيرات الإقليمية التي تمخرت عن حرب غزة الخامسة لمعظم دول الجوار الجهور دكتور محمد بالعودة إلى هذا النقاش وهذه الزيارة أعذرني ولكن دائما في مسألة الزيارة أريد أن أشير لي نقطة بسيطة نعم وهي أن العلاقات على مستوى الأجهزة الأمنية والاستخباراتية متوافقة للغاية ما بين القاهرة وتل أبيب باستثناء العلاقات على المستوى السياسي التي تعرضت لتوتر مستدام في أعقاب الوجود الإسرائيلي على محور فيدليفيا والآن ننقل هذا الخبر وزير خارجية مصر يناقش نظيره الإيراني حول جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة إذن وزير خارجية المصري لنظيره الإيراني يجب العمل على احتواء أي تصعيد في المنطقة سنتابع بالتأكيد هذه التصريحات المصرية الموجهة لوزير خارجية الإيراني في هذا اللقاء سأعود إليك دكتور محمد في مسألة المعبر والمقترح الأمريكي لأن هناك بعض المعلومات المتدولة لنعلم صحة كل هذه المعلومات ولكن قبل ذلك سأنتقل للدكتور حسين ضيفنا من طهران العاصمة الإيرانية إذن الآن حديث مصري إيراني ونحن ننقل بعض التصريحات عن وزير خارجية مصر لنظيره الإيراني يقول فيه يجب العمل على احتواء هذا التصعيد في المنطقة هل تعتقد أن إيران أجلت أي حديث عن توجيه ضربة لإسرائيل والرد على إسرائيل إلى حين انتهاء جولة الدوحة للتفاوض ثم جولة القاهرة بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لكي والضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء يعني في تصوري الجواب هو نعم وإن كان غير مباشر يعني هناك تنسيق عالي المستوى بين محور المقاومة عندما يعلن حزب الله أن الهجوم أو الرد مؤجل حتى انتهاء المفاوضات هو يتكلم باسم المحور بأكمله وليس فقط حول الرد رد حزب الله على اغتيال القائد فؤاد شكر من هنا نعم إيران مهتمة بموضوع مفاوضات وقف اطلاق النار رغم حالة التشاؤم التي تسود بسبب التعنت الإسرائيلي ولكن إيران أتصور أنها ستنتظر هذه المفاوضات ولن تبدأ ردها على الكيان الصهيوني في حادثة اغتيال القائد الكبير هنية في طهران حتى ترى نتائج هذه المفاوضات نعم مازلنا في متابعة لتصريحات تصريحة وزير الخارجية المصرية الموجهة لنظيره الإيراني النقاش كان حول التطورات بالتأكيد في المنطقة ومطالبة مصرية لوزير الخارجية الإيراني ربما أو حديث عن التهديئة في المنطقة دكتور حسين قبل أن نتقل لي سيد توماس أيضا حول مسألة هذا الرد مازال السؤال الأساسي المطروح إلى غاية الآن كيف ومتى وإن كانت إيران سترد أساسا قبل أن نتحدث عن التفاصيل ولكن هل هناك قرار إيراني الآن ربما على المستوى السياسي أو العسكري نعم قرار إيران في الرد على جريمة الكيان الصهيوني قائمة وهناك إصرار على تنفيذها ولكن إيران الآن هي عمليا بدأت الرد من خلال الحرب النفسية القائمة على الكيان الصهيوني والانتظار المميت الذي تمارسه على هذا الكيان ثانيا إيران قامت بمجموعة من المناورات في غرب إيران هذه المناورات مرتبطة بعملية الرد وهي فترة تحضير للرد وما بعد الرد فيما إذا تجرأ الكيان وحاول الرد على إيران هناك التحضيرات كلها قائمة باتجاه تنفيذ الرد ولكن ضمن ظروف مناسبة نعم وزيخ خارجية مصر لنظره الإيراني يقول يجب تفادي مخاطر توسيع رقعة الصراع الحالي سيد توماس يتم الأمريكيون بالتأكيد بتطورات في المنطقة خاصة بين إيران وإسرائيل وتسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى فرض بعض الهدوء في المنطقة ودفع إيران لعدم الرد على إسرائيل ولكن كيف تدير الولايات المتحدة الأمريكية هذا الملف ما هي المعادلة مع إيران من جهة ومع إسرائيل إذا كنا نتحدث عن إدارة الأزمة أو احتواء الأزمة بشكل خاص نجد نحن نتحدث عن الإدارة الأمريكية في تفاعلها أو تواصلها أو في قنوات الاتصال التي تحدثتم عنها في تقاريركم السابق فيما يتعلق بالتأكيد من خلال المقترح الأمريكي فيما يتعلق بأي تفاصيل تخص التهدئة أو التهدئة تحديدا في غزة بما تم من خلال الاجتماعات التي تمت في القاهرة أو تمت في قطر الضوحة ثم ستكتمل في القاهرة هناك ربط أساسي طبعا بالتأكيد هناك ربط أساسي بينما يحدث فيما يخص ملف غزة وربطها بشكل أو آخر بما يسمى الانتقام الإيراني أو التواعد أو الوعيد نعم ولكن سيد توماس هل من المنطقي القول أن الولايات المتحدة الأمريكية في محاولة لتهدئة إيران ولو بطريقة غير مباشرة فقط تدفع نحو صفقة غزة؟ ألا تقدم صفقة أخرى للإيرانيين؟ حتى أكون واضحا معك في لغة الدبلوماسية أو المفاوضات أو الصفقات كما تتم في الوقت الحالي وتحديدا نحن نتحدث ليس عن الدبلوماسية أكثر منه صفقات أمنية عسكرية استخباراتية فيما يتعلق بغزة وفيما يتعلق باحتواء الخطر الإيراني بشكل أو آخر سواء كان انتقاميا أو غير انتقاميا من خلال أزرعها أو في المنطقة هناك نحن لا نتحدث عن المنطق نحن نتحدث عن محاولة ربط مصالح وبالشكل أو آخر إيجاد آلية تدفع الأطراف بشكل أو آخر هناك مكاسب لكل الأطراف في أن لا يتم توسيع هذه المواجهة العسكرية لأن هناك لا أحد يعرف مخاطر أو توسع رقعة الحرب كما نقول أو كما قالها وذكرها الوزير الخارجي المصري وبالتأكيد هذا التعبير عدم توسيع نتقل الحرب في حد ذاتي سياسة أو محاولة سياسية استخباراتية دبلوماسية أمنية عسكرية ومن هنا تأتي دور واشنطن وكما هو معروف دور واشنطن ليس فقط في الضغط على إسرائيل فقط ولكن في محاولة التوصل مع الأطراف المشاركة وبالتأكيد الأطراف المشاركة ستكون لها دور في المرحلة ما بعد المصول إلى التهديئة أو ما يسمى التهديئة واحدة من الأطراف المشاركة أو الوسيطة مصر وهي معنية بملف بالإضافة إلى سفقة غزة هي معنية بالمعابر ومنطقة الحدودية هنا أنتقل للدكتور محمد دائما في مسألة هذه الزيارة المرتقبة غدا للوفد التقني الإسرائيلي نقل سابقا بأنه كان ثمة مقترح أمريكي لتشغيل المعبر وبأنه طرح بالفعل على الإسرائيليين في هذه الجولة من التفاوض مع تعهدات أمريكية بعدم وصول الفصائل الفلسطينية إلى هذه المنطقة الحدودية ومع هذا إسرائيل رفضت هذا المقترح وطالبت دائما بأن يكون لها وجود في هذه المنطقة بأن تراقب بشكل ما أو أن تكون لديها تدخلات في مسألة مراقبة المنطقة الحدودية لا أعلم إن كانت هذه المعلومات بالفعل دقيقة ولكن أولا إن كنت بالفعل تعتقد بأنه ربما فيها جانب كبير من الدقة وإذن ما الحال الذي يمكن أن يقبل إسرائيليا ومصريا المقترح المصري سابت لا مساس فيه ولا يمكن المساومة بشأنه يعني عودة إسرائيل إلى ما كانت ما قبل عليه قبل هجمات من السبع من أكتوب وأن هذا الملف لا يمكن المساومة مع القاهرة فيه لأن ذلك يمثل إخلالا بالأمن القومي المصري يمثل انتهاكا للسيادة المصرية خاصة وأن إسرائيل تعودت خلال الشهور الماضية على محاولة إيجاد بعض العراقيل ومصادر التوترات في العلاقات مع القاهرة ولذلك كما أشرت أن العلاقات متوترة على المستوى السياسي لكنها متواصلة على الجانب الأمني والاستخباري النقطة الثانية أن واشنطن أعتقد متوافقة مع رؤية القاهرة في هذه الجزئية وأن القاهرة جزء منها تريد مسألة الحفاظ على الاستقرار الإقليمي دون أن يكون ذلك انتقاصا من السيادة المصرية أو محاولة لإزاحة التهديد للأمن القومي المصري في هذا السيادة نعم ولكن مصر الدكتور محمد تتعامل مع واقع الآن إسرائيل وصلت بالفعل إلى هذه المناطق الحدودية وعلى ما يبدو مصر الآن تتعامل مع واقع إسرائيل والجيش الإسرائيلي وصل إلى هذه المناطق مع أنه يتحدث اليوم عن إمكانية انسحابه لستة أسابيع شوفي أنا عايزة أقول له حررتك ممكن دي بلونة اختبار والقاهرة هتحاول تؤكد عليها أن البدء في اتفاق إطلاق النار الذي قد يكون في مرحلته الأخيرة نهاية للحرب صواب لي الرؤية المصرية وأتمئنان الجانب الإسرائيلي في هذا السياق لأن هنا بقى انتقلنا من الأبعاد السياسية للأبعاد الفنية بدرجة كبيرة لأن مصر ليس من مصلحتها معاولة التهديد مرة أخرى بما يؤدي إلى تهديد أمن إسرائيل وتهديد الأمن القوم المصري النقطة الثانية التي استطيعها القاهرة أن صمت ضعف على الرغم من عدم الهزيمة الكاملة لحماز إلى أن صمت ضعف بنيوي تسليحي زخائري بالنسبة لقوة حماس العسكرية والاستراتيجية بدرجة كبيرة حدثت بعد هجمات السابع من أكتوبا النقطة الثالثة وهي أن مصر تحاول أن تكون ضامن ليس فقط وسيط وإنما ضامن للمراحل الثلاثة التي تقودها إسرائيل وبالتالي إذا حدث نوع من الانتقاص أو غياب من التعاون أو عدم التزام الجانب الحمسوي من أي ترتيبات بعد الانسحاب الإسرائيلي الكامل من ذلك تستطيع إسرائيل العودة مرة أخرى لكن يبقى التحدي هو معضلة الإرادة السياسية للحقومة وتحديدا شخصي من يمين نتنياون في السير في اتجاه الصفقة أو اتفاق التحديم المعتبدة والمسألة كذلك مرتبطة بقوة الضغط الأمريكي وبالضمانات الأمريكية التي تقدمها تقلل سيد توماس بالتأكيد في مسألة الضمانات ومسألة قوة الولايات المتحدة الأمريكية في ملف المعابر فقط المعابر ليس بلف وقف النار ككل ولكن هو نقطة خلافية ومعقدة إلى غاية الآن بين مصر الوسيط وبين إسرائيل يقال بأن الولايات المتحدة الأمريكية إذن قدمت هذا المقترح وقدمت ضمانات ولكن إسرائيل رفضت هذه المسألة ضمانات بأن لا تصل الفصائل إلى هذه المنطقة ولا تستخدم المنطقة لأغراض عسكرية إذن ما الدور الأمريكية المنتظر خاصة بأن واشنطن ستكون حاضرة في هذا النقاش غدا في القاهرة بالتأكيد زي كنت تسألين السؤال لي هناك بالتأكيد آلية كما قلت من قبل هناك فريق تنصيق تقني كما نقول أحيانا ولكن التقني يعني الأمن الاستخباراتي بالتفاصيل ونحن نتحدث عن معابر ونحن نتحدث عن الغازة يجب أن أذكر حتى أكون واضحا لا أحد يعرف من المقترح الأمريكي بتفاصيله بخرائته بآليات أو برنامج أو الجدول الزمني لتحقيق هذا الانسحاب أولا إذا كان هناك انسحاب أو تغيير أو تمضع الكوات الإسرائيلية أو تمضع الكوات المصرية أو حتى ما نتحدث عنه من إيجاد تنصيق أمني استخباراتي أو نوع شبكة انتصالات بحيث أن يتم هذا التنصيق الأمني في حال ما بعد الوصول إلى اتفاق فبالتالي الحديث عن التوقعات وأحيانا أقول أنا التمنيات أو التهيئات لجب أن يكون حزرا لأن هناك ليس أمامي وليس أمام أي شخص خريطة تتحدث هناك بالتأكيد تعودنا على أو اعتدنا على في المرحلة العشر طوش الماضية أن نتحدث كثيرا عن ما يمكن أن يحدث وغالبا ما يأتي ما تأتي به الأيام تكون مخالفة لما نريد صحيح لا يسر بالكثير حقيقة ولا ينقل الكثير تصريحا وعلنا عن ما يطرح في البحثات بالتأكيد وبالتأكيد كما تتحدثين هناك مفاوضات جارية نعم وجولة أخرى مرتقبة في القاهرة العاصمة المصرية ولكن في سؤالي الأخير ولكن لدكتور حسين مسألة إيران وهذه الضربة المحتملة وكل التطورات إيران لا تنظر لمعادلة الرد فقط من ناحية إيرانية ولكن تأخذ بالحسبان سفقة قطاع غزة وتأخذ بالحسبان أيضا أي تهديدات على اقتصادها وعلى أمنها ولكن تقول تقديرات إسرائيلية اليوم إن إيران وحزب الله خفضا من مستوى التأهب هل يبدو هذا الحديث تقيقا؟ وهل إيران بهذا التطور ربما ليس أجلت فقط الضربة وإنما ألغت تماما الضربة؟ لا احتمال تعجيل الضربة غير وارد إيرانيا هي مؤجرة؟ الاعتبارات وضرورات الردع يعني إذا إيران تجاوزت موضوع اختيال قائد كمير مثل السيد هنية في طهران فإن إسرائيل تستطيع في المستقبل أن تقوم باختيال من شاء إذن لم تخفض من مستوى التأهب؟ مثلما تقوم بالتقديرات الإسرائيلية؟ لا لا لم تخفض من مستوى التأهب لا زالت إيران مصرة على الرد ولكن هناك قاعدة الأواني المستطرقة الأمن القومي للدول هو جزء من الأمن الإقليمي وإذا كانت هناك جبهة مفتوحة في غزة فمن الطبيعي أن يتوسع التوتر إلى كل المنطقة وضمن إطار عملية الرد الإيراني أيضا مشمولة بهذه القاعدة ولكن إذا كان هناك وقف لإطلاق النار في غزة من الطبيعي أن يؤثر على بستوى الرد الإيراني ولكن لا أتصور أنه يستطيع أن يلغيه شكرا جزيلا لكم جميعا كنت معنا من طهران العاصمة الإيرانية أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران الدكتور حسين روي ورانوى من القاهرة الدكتور محمد عز العرب رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية كان معنا كذلك من واشنطن توماس جوجي سيان الكاتب المختص في شؤون الأمريكية شكرا جزيلا لكم جميعا